يعيش التونسيون على وقع ظاهرة قاسية ومقلقة باتت تؤرق آلاف الأسر والعائلات ألا وهي العزوف عن الزواج والطلاق هذه الظاهرة باتت أكثر جلاء في السنوات الأخيرة بعد الثورة نظرا لغلاء المعيشة والتفاقم البطالة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي حيث تعتبر هذه العوامل من المؤثرات المباشرة في أي علاقة إنسانية اللي لم نقل هي المحدد الأهم في شبكة العلاقات بين الأفراد ففي آخر إحصائية قدمها المعهد الوطني للإحصاء في تونس لسنة 2015 تشير إلى ارتفاع كبير في نسبة العزوف عن الزواج تجاوزت الستين في المئة من الإحصائيات الرسمية كما أشارت إلى أن عدد العازبات في تونس تجاوز عتبة المليوني وربع المليون إمرأة من مجموع حوالي أربعة ملايين وتسعمائة ألف أنثى في البلاد أما في جانب الذكور فلا تتوفر إحصائيات دقيقة لأعداد العزاب أما فيما يخص ظاهرة الطلاق فهي معتدلة نسبيا وفق وزارة العدل مقارنة مع ظاهرة العزوف عن الزواج فقد نشرت وزارة العدل بيانات نسب الطلاق في تونس في عام 2014 حيث بلغت حالات الطلاق أربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وعشرين حالة طلاق مقابل ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وستين عام 2013 وتقول تقارير وطنية أن نسبة الطلاق تبقى معقولة في تونس مقارنة بتطور عدد السكان أو بتطور عدد حالات الزواج ويبلغ معدل نسبة الطلاق في تونس نحو 1.3% من بين كل ألف شخص ويبلغ عدد السكان أحد عشر مليون نسمة حسب آخر تعداد ويعزه خبراء في علم الاجتماع الأسباب المؤدية إلى حالات الطلاق في تونس إلى ظاهرة العنف المصلط على المرأة والتي تحتل أعلى نسبة ضمن أسباب الطلاق ويؤثر العنف المادي والمعنوي على العلاقات العاطفية بين الأزواج وهذا ما يقود إلى عدم التوافق الجنسي وإلى البرود العاطفي وتعكير المزاج بين الزوجين